المساكنة قضية جدلية صعدت الى السطح العام بشكل كبير جدا ياسمين عز مع ابو قعطية وكلام كثير وكلام عن ابو حنيفة ومعارش مجيء اسمه عبدالعباسي مع محامي اسمه سامي الحاني وحالي مرفوع على اضايا وعبدالداروجي داخل على الموضوع وكلام كثير جدا. هو ده موضوع حلقة النهاردة. اهلا بكم. مبدئيا انا كسامح ضد المساكنة. ومنظور ثقافي قبل ان يكون ديني. لان الثقافة اللي بترفض هذا الامر هي مش خاصة المسلمين عشان بس بس صورة واضحة يعني او بالشرق الاوسط يعني بتاعنا. لا الشرق الاقصى. شوفوا الافلام الهندية وشوفوا ازاي ان هما في احد الافلام لما حصل الغزو ان هما اللي سيتخذوا يعني جواري فراحوا نطقو كلهم في النار وان هذا تقسم التقوص وعندهم فكرة اه الشرف والعزرية والعلاقات قبل الزواد مش موضوع حاص بالمسلمين او بالشرق الاوسط. فالموضوع ثقافي قبل ان يكون ديني ورفضي لي من منطلق ثقافي. وغلق اقباله طبعا لاختي ولا الامي ولا القاربي ولا اي حد اه اعزه ولا المستمعين بتوعنا. ما يعني حنقول ليه يعني روجة نظر الشخصية من زوايا متعددة في هذا الامر. وطبعا صدق الكلام عن ابو حنيفة قال ولا ما قالش ابو حنيفة قال ايه بالزبط ولا ده بريء. لدرجة ان ابو روك عطيها الكلام بريء جدا يعني انا مش مش قادر تخيلوا يعني مع ياسمين عز اه قال لها اه ربما يكون الا امة لهم بعض الهنات بس مش احنة اللي لوصلها يا سلاة. يعني بيقول ان ربما يكون الا امة لاخد بعض البشر برضو مش معصومين بس ممكن يكون لهم هنات بس لو لهم هنات مش احنة اللي لوصل. ليه يعني ان شاء الله انا عايز يفهم ليه يعني ان شاء الله لما تكون هنة واضحة زي اللي قالها اه المسشار عبد المؤمير معنا سوا في كتاب ادلان الامة مع اه من فكرة بقى ان الراجل يتجاوز بنته اه وكلام ابو حنيفة عن موضوع المستقرة باجر ماشي. جوم نقاله على ابو حنيفة عشان بس ما نتفرعش في الامور كثيرة جدا. انما كثير من كلام الفقهاء يعني اولاي اختار مسلم بكلام كثير جدا. اه يعني يعني من العار ان احنا نقبله عشان الفقهاء قالوه وان هلتهم مش احنا نوصلها. زي ما يقول من الوقت عضية اللي هو كان عميد كل الدراسات الاسلامية في الوقت من الاوقات. ده نشوف ابو حنيفة عليه بالزبط عشان الموضوع فعلا مسير يعني مش عايز نقول للضحك يعني اهو. من مواقع الاسلامية ويرور رأي ابو حنيفة. بيقول وطء المرأة المستقرة ده العنوان. ذهب الامام ابو حنيفة الى ان من استقر امرأة ليزلي بها ثم فعل ما استقرها من اجله. فانه لا حد عليه. فانه لا حد ايه? عليه. قولك لا ده هو كلم على حد انه ما تكلمش انه ده زينة ولا مش زينة. ميش. طيب. لانه قد استوفى منها ما استقرها من اجله. والاجارة عقد. اتفقنا. العقد شائعة متعقدين. بكان بمية جنيه بالف جنيه كلام من ده. اهو ابو حنيفة بيقول. آآ لانه قد استوفى منها ما استقرها من اجله والاجارة عقد. تقوم به الشبه. اللي هي الايه? الحدود آآ الشبهات يعني تدرى الحدود. وتلطب على قيام هذه الشبهة در العقوبة الحدي. واستداد الام او حنيفة. يبقى ليست للار او حنيفة. ادنين. بما رؤي عن امر رضي الله عنها. لان الامرأة استسقط راعيا. فابى ان يسخيها حتى تمكنه من نفسها. طبعا الان واضح انها تستسخي لبن يعني انا فهمته يعني. او ما يا مش هتفرق. المهم يعني. ما المايكة بتامل زبان يعني. حتى تمكنه من نفسها. فضرأ عمر رضي الله عنه الحد عنه. طب ما يدرى الحد عنها دي يعني مضطر? طب دائما تديله الحد? لا. ضرأ الحد عنهما. وبأن امرأة سألت رجلا مالا. فابى ان يعطيها حتى تمكنه من نفسها. فضرأ الحد وقال هذا مهروه. مش اعتفرس. خلاص. ده مهروه. يبقى لا اعتبره جواز. عمر رضي الله عنه لا اعتبره جواز. مش اعتفرس. الراجل خلاص. ده جواز. ويعلق الام ابو حنيفة على هذا بالقوله. ولا يجوز ان يقال انما ضرأ الحد عنها لانها كانت مضطرة. طب الستة كانت مضطرة. تخافوا الهلاك. ان العطش. يبقى عطش من المياه مش لمك. لان هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه. طب عمر قالك لو الستة مضطرة. يا ابو حنيفة اللي بيقول لو الستة مضطرة ما كان عمر اسقط لحد عنها بس ويخده من الافاة علقوا من رجليه. الراجل اللي هو يعني سويمها على نفسها. ده. ده قالك ده اسقط لحد عن ايه? عن هما. شوفوا بقى ليه? الاشد من كده. برضه ابو حنيفة. بقول لك بقى ايه? واحد برضو سأل سؤال للمواقع الاسلامية دي. اللي هو ايه? اه. بيقول لهم هل يصرحوا عن ابي حنيفة? اسقطوا لحد عن الزانية المستأجرة? واسباته للزانية لشهوة? ابو حنيفة قال لك بفلوس? ديش حد. من غير فلوس? حد. مين? ابو حنيفة? ازاي الموضوع ده? بادئ الموضوع ده هو اللي بيسأل يعني. هل صحيح كذا كذا كذا? اه وما دليله وهل وافقه احد? يعني اللي بيسأل السؤال بيقول لهم للموقع الاسلامي ده. هل صحيح ان الامام يسقط الحد عن الزانية المستأجرة? ويثبته الزانية لشهوة? كيف وما دليله وهل وافقه احد? بيرد بقى المشرف قالك ايه? اه 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 اخي الكريم يرى الامام ابو حنيفة رحمهم الله درء الحد عن المستأجرة للزنا وعن الواطئ لها. وهو احد الاقوال عند المالكية. ولهم تفصيل في ذلك. وحجة ابي حنيفة في ذلك امران. الاول ان عقد الاجارة ورس شبهة فاسقط الحد. في فلوس? في شبهة? وده عقد الاجارة يسقط الحد. جميل. ادراء الحدودة بالشبهات. واختلف في وقفه ورفعه. وصحى الترمزي شعب ايه? واختلف في وقفه ورفعه. المهم? ضعافه وكزا. ده خليبالك بضعافه الحديث بتضرر حديثة بالشبهات. لان الدراء الحدودة بالشبهات. اه رواء الترمزي وغيره واختلف في وقفه ورفعه. وصحى الترمزي والبيهقي ووقفه هو المرفوع في سنده ضعف. وقد ضعفه ابن حزمه والبيهقي اللي هو ايه? ده الحدودة بالشبهات. الاستدالة اللي بها ابو حنيفة. وهو قاعدة فقهية مشهورة وقد نقل اجمع لهذا الاصل كزا كزا كزا. المهم. عبدالرازف مصنفه كل ده ايه? اه علم رجال وكلام من ده. اما الجمهور اه الملكية القول الشفائية والحنبيلة وابو يوسف. المهم. الموضوع بقى التفصيل بقى. ان الاجرى تكون على الزنا لا على الخدمة. فلو استأجرها للخدمة وزنة بيها. فعليه الحد. يعني لو جابها تطبخ. وزنة بيها لقى ده حد. انما استأجرت زنة خلص اتفقنا. مش كده. دمينة ابو حنيفة. مفيش حد. هو بقول لك ايه? هو ما قالتش ان ده ماشي زنة. يعني مفيش قسم. انما بقى ايه? مفيش حد. المهم. بيرد بقى على بقية السؤال اللي هو بقى ايه? اللي هو من غير فلوس. علي حد. فان من تحترف البلغاء وتتردى العدود بالدعار والعزو بالله لا يقام عليها الحد. والاخرى التي ربما كانت عفيفة ولكنها زلت في لحظة ضعف. يقام عليها الحد او ربما اني لا اعرف مفهوم الاستئجار اللي قصده الامان. دي يجي بقى للشيوخ اللي انتفذت عرقهم وفي نفس الوقت بيدفع على البخاري. نشوف الاحاديث اللي في البخاري اكتابه هو صفحة تمنمية واحد وتمانين. من هذا المصنف يعني. الحديث خمس تلف وسبعتاشر وخمس تلف نية وتسعة عشر. حدسنا كزا 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 عن كزا عن سالة من الاكوع. قال كنا في جيش فاتانا رسول الله فقال انه قد اذن لكم ان تستمدعوا فاستمدعوا. ومتكرر في حديث ثانية. وقال بقى في الحديث اللي بعديه بقى. الاستمتاع اللي هو استمتاع بالنساء بأجر يعني. المهم يعني. حدس الياس ابن سلمة او ما يسمى زواج المتعة. او ما يسمى اهو. حتى هو العنوان بتاع الباب اللي هو نكاح المتعة. اهو. اياس كزا كزا الاكوع. اهو. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال. ايما رجل وامرأة توافقا. فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احب ان يتزايد او يتتارك تتارك. تاني. الحديث بيقول. ايما رجل وامرأة توافقا. فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احب ان يتزايد او يتتارك تتارك. اللي رأوا الحديث مين يبدأ عباس بيقول ايه فما ادري اشيء كان لنا خاصة ام للناس عامة قال ابو عبدالله وبينه علي عن النبي انه منسوخ يعني هو موجود في البخاري الحديث الحديث موجود في البخاري ان الرسول قال ايه اخو ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث داياي يعني دربوا الاول فان حب ان يتزايد او يتترك هتترك طيب ثم المودين هدي سامح المحكمة المودين هدي سامح المحكمة لقالك اه اللي هو المساكنة متبالو البنت اقالك ابقالو البنت مودين الايه المحكمة لو بنفق الاسلام حيطل عبرها هقولون ببخاري يقول يا جدعانة هو البخاري يقول ما يعني ايه زواج المتعة ثلاثة دايالة فان احب ان يتترك هتترك او يكملوا يكملوا جربوا الاول بعد كاملوا ممكن يكملوا دي ايه دي دي جواز فين الجواز فيها دي ده جواز متعة يعني ايه ونجرب بنجرب ممكن يكمل او ما نكملش نشوف دي لحد ماشي معنا ازاي فبالفقه الاسلامي اللي هو بيتكلم عنه وباللي بيدفع عن البخاري يقولولي وبعدين الزواج المتعة اه الشيعة قابلينه ليه الشيعة قابلينه لان هو اه بيعتبروا انه عمر اللي لغاه ولا شايف انه العمر اللي لغاه ولغاه كمان بيسبب اقتصادي مش بسبب دين لان الجوالي مالية الدنيا فانا اه لو الناس في جواز متعة مش هاشتروا الجوالي ايه اللي يتقع فقفة واحدة وما عاش يبيعها واتنوا اكلها وشربها واخد غرضه منها قدوين تلاتة وما علوتوش يعني ما بسطش يعني حقيق كده يعني. فكان سوق الجوالي حيبور يعني سوق جوالي وبعدين دلوقتي المقاتل من دول زي ما اه 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 بيقول جاي معاي خمسين جارية. وبعدين هو مش فاضي. وامر عليهم وقعد دكا عايز بقى يكمل يروح لحالي بشوف نسوان تانية في حد تانية يعني مش مش كده. عايز يبيع. يروح السور يبيع حانتش عايز تشتري. ايه اللي لانه تقع فقفة واحدة. ااكلها واشربها. وبعدين ما تعجبنيش مش عايز اكمل معاها. وبعدين ما الدنيا مليانة ايه? جواز متعة ثلاثة ايام وثلاثة ايام وثلاثة ايام وديني ماشي. ايه اللي خليني ايه اه اه فقفة واحدة. فسوق الجوالي واقف. فاضطر عمر يعني يعني ان هو اللي ايه يمنع جواز المتعة. عشان يمشي سوق ايه? سوق الجوالي. وبعدين الفقه الاسلامي ان هو بتدعو ان هو يعني فقه ان هو بتواصل الشخصية انه بشري. وبشري بدوي. بشري بدوي. ده يخلي الجارية اللي هم بتكلموا عن العفة والنقاب والفتنة ومشي الفتنة وبتاعه الكلام ده كله. ليه يخلوا وحد يرد علي يقولي كلام ده غلط? ليه يخلوا عورة الامن من السرر للنربة? وما كانش عندهم حمالات صدر. وما عندهمش ولابس داخلية. يعني جابيدي الناس من فرس ومن ايران ومن هنا ومن مصر ومن الشام وبعدين تيجي المدينة يقلعوها. الاستوري بس ايه? وسطت كده بفوتة وخلاص. ومشي الشارع كده. وتبريد فقاء ايه? انهم يا روحنا وايجي. عفت ايه دي? وبعدين اللي انت واختها جاية دي ما كانت ام او بنت او اخت. وانت روحت قتلت اخوها او ابوها او جزها وجبتوه. ما هي كانت من الفترة او صيارة جدا كانت في اسرة. في الشام او في العراق او في مصر. وانت روحت قتلت الرجالة تحت دعاوي اللي تكون كلمة الله هي العليا. وجبت دول بقوا جواني. تم جايبوا مدينة ايه? دولهم ايه? اللعوة. تيجي واحدة تلبس عمر يدرمها بالضرة. يعني ده الفقه اللي انتم تتكلمين واحد دنيا فلة والعلمانيين والذين هم اللي عايزين اباحية ومش عايزين اباحية هم اللي عايزين اهو المخائر اهو. انا ما بدفعش على مساكنة تلية قلت انا ضد ضد منطلق ثقافي. منطلق ثقافي ديه. منطلق ثقافي لاندي المجتمع بينظر الى موضوع نظرة اه انه بدنا حرام. المجتمع نظرته كده. فانت ليت بقاش كده. عندنا احمد الفشاوي اللي احنا نعزي. الاتنين اللي هم ولاد واضح كده من احكام المحكمة واندي ان ايه? ان هم غلدوا. ان هم ايه اه في علاقة خارج اطار الايه? الزوال. لا ده قبل. يعترف والمحكمة بيتدفعوا فلوس ولا ده قبل? يعترف. ليه? مش عايز ابنه يبقى ابن حرام. اه هو عمل علاقة انا بجيب عيان ليه? ماتفناش على كده. ليه? لان هو شايف ان ابنه هيبقى ابن حرام. حاجة منظره على انه هو ابن حرام. وابنه حرام في الثقافة المصرية حاجة مش كويس? النقطة التانية نظرة المجتمع نظرة سلبية. يعني اول حاجة الراجل مش عايز يستحمل المسؤولية. وعايز يمشي مع دي شوية ودي شوية ودي شوية ودي شوية ودي شوية. المرأة ما عندهاش حايز تستقر. المرأة ارغب في الاستقرار وان يبقى عندها اسرة وبيت وايال وكلامين ده. آآ لما الموضوع ده يشيع الولد متبرى من المسؤولية والبنت هالي بتاعي مشكلة. وبعدين خلي بالكم. كتير من اللي هما بيعملون مساكنات وبتاعه وعلاقات متعددة. لما يجي تجوز يروح البلد يقول لهم لا شو في لي واحدة. عزراء. مش عايز واحدة لفة وديرة. يعني لما يجي يعمل اسرة ده مجتمع ده ايه? الشرقي. غير الغرب. طب تعالوا بقى المجتمع الغرب. المجتمع الغرب يعني يعني مقبول ثقافيا. خلي بالكم. مقبول ثقافيا. ولما بقى المقبول ثقافيا واجتماعيا. الدين اتطرق باله. ازاي دين اتطرق ده باله? كان طلع تريند فيه احد اسم الشيخ الزنداني في اليمن مات الله يلحبه من فترة عشره كده. احرم اوروبا بيديهم دروسه بتاعه وكلام من ده. وبعدين قال له قال له احنا في اوروبا وفتنة ومش فتنة واحنا شباب ومراهقين وبتاع. ويعني اه حنفتن وممكن نقع في الزنة وبتاعه وكلام من ده. قال له تبتتجوز. قال له لا. لاتجوز هنا مشكلة جاملة جد. وتقسم فلوسك وشغلانة وحاجات. قال له ما تجريها ماشية زي هنا. ما هو برضو احد المشاكل في موضوع الجواز البرا او الاجانب او القانون الاجنبي. انه هو بيقسم الفلوس والصروة. بعد الجواز او في الفترة اللي هو ايه تم تحصيل فيها الاموال اه اسناء الزواج. زرومي بقى البردن بهدن بس يعني هو قدر امكان ده حوالي جدت الموضوع ايه. يعني داخل جامل يعني. الموضوع يعني اصيب بشكل كبير في حبيته على عليه. فقالوله ايه? قالوله طب ايه الموضوع? قالوله ده بات الجرن الفريند والبويفريند بيعقوب بعض طب نعيش مع بعض. لا فرص نعيش مع بعض. قال له مش فاهم طب ايها ده. ابوها موافق. الواحد اه ابوها موافق. والولد ابوها اه ابوها موافقين واما موافقين. بالعكس لو هم ممكن يقعشوا يقف اه عند اه ابو الولد او في اه ابو البنت. طب الجرن قالول الجرن عارفين وكله عارف ان ده ان فران وفرانة دول اه بويفريند وجر الفريند وعيش مع بعض. والموضوع عادي مقبول لقاء الموضوع. قال لهم ده جواز. وطلق عليه ساعتها جواز الفريند. جواز الفريند. جون بقى السلفيين ما احنا اهل سنة. واحنا رفضين الجواز المتعة اللي بيعملوا الايرانيين او اللي هم الشيع يعني. فقال لك ده وقالول بقى برضو بيسألوا السلفيين اللي بتروحهم دلوقتي احنا بقى برة وحنفتن. انه هو متجوز في مصر او متجوز في الارض او متجوز في اه السعودية. ورايح منحة دراسة تلات اربعة سنين. فهو عايز في الفتر تلات اربعة سنين دي اه يتجوز واحد. فهيبقى جواز مؤقت. ما هم عادلهم طبعا جواز المسيار وجواز العرفي. ما فيش حاجة اسمها في الشرع ان هو يسجل وبرق وكلام منه. يعني بيعملوا جواز ايه وهمي كده زواجته كان نفسي زواجته كان نفسي. واتنين صحابهم مشاهدين وخلصنا. بيبقى كنه جوازة. عشان هو يبقى قدام ربنا كده وقدام الشرع من وجهة نصف الشخصية انه براء. فهو عايز بقى الجواز مؤقت هو قال له قال له اهم حاجة ما تكونش نية انه هو مؤقت بين كنتو الاتنين. ده السلافين قفتوا لتلاميزهم. ما لقى ايه? هو من جهتك انته هو مؤقت بس مش مؤقت من طرف التاني. يعني تخدعها. ما تقول لهاش ان انا اربع سيوة هروح وحنساكي. لان انا عندي اوم بالعيل في في البلد. في السعودية وفي الاردن وفي مصر وفي العرق وفي هان كان يالا البلد الشرقي ان انت جاي منه. فانت هتخدع البنت وهتقول لها لما مكامل معاك على طول ومكامل حياتنا. وانت في نيتك ان انت مؤقت. عندك بعس سنتين عندك منحة مش عافش تسعة شهور. فجاي ايه تقضي اه وقتك ولما تروح بعد سيفها وبيعها. يبقى مؤقت من طرف واحد يبقى خيانة. يبقى خناع. كما يبقى مؤقت من طرفين افضل. نيجي للاردن اللي هو ما يسمى يعني زوج المتعة. زوج المتعة على فكرة بيحفظ الانساك. بيحفظ الانساك. يعني ايه? يعني هو فيه فيه فترة زمانية حتى لو انتفق على فترة زمانية معاينة شهر شهرين سنة. وبعدين اه بيقى فيه فترة اه انها ما تتجوزش. فترة اللي هي اه بس بتبقى ايه شهر او شهر ونص اللي هو ايه جالها الحيض يعني استبرأ الرحم بتاعها. فمن حققات تتجوز تاني. وده جواز وبيحفظ الانساك. المجتمع الخارجي ما عندهمش مشكلة في موضوع الانساك. ثقافيا. يعني ايه? يعني بتلاقي مثلا في الفيلم اجنابي واحد بقابل واحدة وبتاع فانت مين وفي الاحكام مين وكلام مين. طب انت ام نقول لكم كنتم تربت ملكة. امه خليفته خمساشر سنة فساملته ازاي? عادت نصرف على نفسها ما هناك بره مش عد يصرف على حد. كنتم بصرف على نفسه. يقول بصرف عليها ولا ابوها بصرف عليها طب 18 سنة بايه? بيسرحها. او الولد او البنت. لان هم مش خلص ربها وانت هينا بقى على كده. عايش حياتها بقى وانت ايه? وتعتمد على نفسها. فااااااا بيحصل علاقات بهذا الشكل بيحصل انجاب ولا زاك قضية الاجهاد قضية مصارة بين المحافظين وبين الديمقراطيين والجمهوريين والديمقراطيين شوية اه عايزين يعملوا اجهاد الجمهوريين يعني يسموهم يعني محافظين يعني فلقى والاجهاد لقى وترامب بيطلع يتكلم موضوع كبير ليه؟ لأنه بيحصل علاقات بيحصل اطفال وبعدين ما فيش استبراء رحم ما فيش عدة عندهم فممكن هي البوي فريند بتاع حسبها النهاردة يومين تتعرف على واحد تاني فلما تبقى حامل هي تبقى مش عارف حامل من مين الموضوع ده ثقافين عندهم مع الوقت تجاوزوه وعلى فكرة يعني من مية سنة بس لقى كان عندهم نفس المشكلة المسيحيين عندهم برضو اه العزارة واللي مفيش من اشياء يعني فيش هلقات قبل الزواج ولازم قداس ولازم الديها تبقى اشياء كراسمي وكده من مية سنة بس بعد تطور الثقافي والصناعي وبتاع والحيكة والصناعية وبقوا الناس يروحوا في مدن غير المدن اللي هم فيها وتعرفوا على بعض والدنيا تفتحت بقى يعني فبقى مع الوقت المجتمع قبل وثقافية ان هم يعملوا علاقة بدل الكابت الجنسي ويعملوا علاقة بالتوافق وبعدين لما يجي واحد يبقى يتجوز واحدة او هي عايزة تتجوز ما يقول لاش انت كنت عزارة ومش عزارة ما يمثلهمش اهمية وعارف بشكل تلقائي انك كان لها علاقات قبل كترة انما خلاص من اول ما حتتتجوز وبقى خلاص مش عايزة وبعدين زي ما قال كده بيجراؤوا بعض الاول يشوفوا حيو بقى وكي توقفوا الجنسي ولا مشو توقفوا الجنسي الدنيا ماشي طب نكمل بقى مع عضو تجيب عيال وكلام مين ده اه خاص نكمل مع عضو تجيب عيال ما عندوش موضوع انها ايه اه عزراءة او مش عزراءة وكان لها كامل علاقة بكده وما كانش لها كامل علاقة بكده لهو مهتم وده هي مهتمة انها بتاع مصر الشرق ده اللي عايز ليش حياته ويقضيها ويعمل علاقة متعددة لان بيجي تجوز بيحتقرها وعايز لأ وبعدين بيتباه قدام زميله ان هو ان هو عامل علاقة متعددة مع فلانا وعلينا وبيشهر بيها كمان وهي بتبقى وشهر يعني عصلي السوبيان التانيين حتى اللي هو بيعونه علاقات بينظرها نظر الاحتقار يعني فانت المجتمع بينظر الموضوع نظرة آآ يعني نظرة فيها التدني انما آآ فانا اتكلم عن منظور الثقافي المجتمع بيولوجيا نقطة التانية يعني لازم نحل المشكلة الاصلية المشكلة الاصلية ان احنا عندنا ازمة اعتصادات ضخمة جدا عندنا اعباء الزواج كبيرة جدا عندنا شباب عندهم احتياجات بيولوجية سواء ولاد او بنات وبالذات البنات لو هم آآ تقدم بيوم السن يحصلوهم بدون تعميم يعني مشاكل آآ نفسية لان ده احتياج بيولوجيا احتياج بيولوجيا آآ فطري زي الاكل والشرط وهي كمان الاحتياج للأمومة والاحتياج للاطفال وكل دي احتياجات بيولوجيا بسبب الحالات اتصادية الصعبة والاشد الصعوبة في السنوات الماضية واعباء الزواج الكبيرة سواء على البنت او على الولد اعباء كبيرة جدا البنت ناسم تجيب آآ يعني بقى سواء النص بالنص او سواء مش عارف آآ الادوات الكهربائية ولا والاجهزة المنزلية اللي هي بقت بمبالغ طائلة لا تستطيع تحملها القصر وما للغريمات دول ايه? بتجوز بنتها بتاخد بقروب بتدرب القروب بتخش السجن. بيجوك عند الجهاز في رمضان يقول لك الغريمات ويستددوها عن الغريمات. والولد لا عارف يجيب شقة. الشقة المطوضة على الدمليون جنيه ولا عارف يجيب دهب ولا عارف يجيب الاساس في المرتبة ستة الاف جنيه. فلازم تتحل المشكلة. تتناقش اجتماعيا. ده المهم. يعني انتو لوقتي انا ضد المساكنة وفيه ثقافة مجتمع اه بتعقد امور الجواز وبتعقد امور الطلاق. تسجنه. الست تسجنه لانه عامل اه ماضي على قيمة ومش عارف اه نفقة. وتبديد من اخوات زوجية وتلاقي راجب بقى في السجن. فهو كمان فيه اعباء للطلاق. ونسبة المطلاقات ضخمة جدا. اخصي ان التباقات احساب تتكلم عن ربماية الف حال التباقات او خونسوط الف حال التباقات رقم كبير جدا نصف مليون. بسابر حالة اقتصادية. يعني طبعا مش كلهم بسابر حالة اقتصادية. بس اعتطيق استطيع الاجزم اللي فوق التسعين في المية بسابر حالة اقتصادية. فاحنا عايزين نبسط الامور ازاي نحل مشكلة الجواز نسهله. اه يعني نشوف طريقة. نشوف طريقة. اه نغير ثقافة المجتمع بحيث تبقى تقبل الامر في هذا الشكل. يعني لازم يقى فيه حل. لازم يقى فيه حل لان انا منتكلم عن احتياج بروجي شاب مراهر بنات مواقين هيحصل بقى جواز بقى الدم وجواز العرفي وكل انواع الجوازات اللي عادت ايه? اه الممكنة. اه في ظل يعني زي ما قلنا شهوة متعججة. اه علاقات مفتوحة. اه يعني اختلاط. فشيء طبيعي انه يحصل حالة نهازة طبيعي. عايزين نحلها لان انا برضو ضد تفق خارجة للزواج. الولد مش هتارف هيه. هيبقى اسمه قدم حرام قدام المجتمع. هي مشاكل نفسي انت بتظيم الولد. او البنت اللي انت بتخلي فيها. هو الولد خلص خد يعني اه غرضه. وهيشوف واحدة ثانية. وانا ما اتفقدش معاك انت جيبي عيان. طب حصل غلطة اجابة في ما يعني ايان كان بقى مقدرش تعمل ايه? اعزل بشكل او باخر. بقى احنا منتكلم عن مشاكل ثقافية اكسر منها الموضوع ديني. الموضوع ديني اهو. في جواز متعة وفي خلاف بين الشيعة والسنة اللي هو ايه? وعمر الخطاب قال لها ايه? اه مش هعطاكي اه تمر خلاص يبقى ده اجر لمهر. عطاها تمر ووقع بيه. راحت عمر فلان فلان نيجي بقى انا محنيفة اللي قال لك ايه? اللي بقى اجر. ما هيوش حد. بقى بغير فلوس شهوة يتوقع عليها الحد. يعني. يعني ما مش عرفت السخرية اللي لو رحت المحكمة. وقال لها اه فلانة يا عبير. انت زينتي مع اه محمد. قلت له اه زينتي مع محمد. عطاكي فلوس اه خمسة جنيه هون عطينا خمسة جنيه. قرص براء. ما تسلم فيش حد. بكره على الله. يا دولة بطبق اشراع الاسلامية. تعالي يا نوح. ايه علاقتك بالوالد تامر? اه عملت معها علاقة? اه اعملت معها علاقة ست القاضي. عطاكي اجر? اجر? فشر. ده انا اشتريه واشتريه اللي خلفوه. ده انا غنية جدا. يعني غير اجر اه. وققه على الحد. جلدوها. يا باشر دي كانت متجوزة بكده دي ولا. ده يبقى اه الجمه. سنة سنة ست القاضي. نسيت انا اسف. لقد هو عطينا اهو. اتنين جنيه اهو. عطيه اتنين جنيه. يا عطاكي اتنين جنيه اجر. خلص يا خفص براء. يا بطبقنا على السلام فيش حد. الفقه الاسلامي بتاع ابو حنيفة. وخليه بالكوا احنا ما نطبق الفقه بتاع ابو حنيفة. ليه? كنا احنا الاول ملكية وشفيعية. لما جات الدولة عصنانية اه حنفية. فاتبرت علينا ان احنا نطبق المزهب ايه? الحنفية. فاصبحنا واحنا متجوز وعلى مزهب ابو حنيفة النعمان ومش هفيقيه للسيق اللي انتو ايه? اللي انتو عارفينها دي بتاع ابو حنيفة النعمان. فاحنا ماشيين من ساعة الدولة العثمانية ما كانت محتلانة. او يعني فتحتنا اه بيقولوا فتح ومش غازه. ايا كان يعني المصطلح اللي ممكن بقى عليه خلاف يعني. فطبقة المزهب الحنفية. ومنتجوز على مزهب ابو حنيفة النعمان. الموضوع لسه فيه جواني التانية. هنتكلم عنها لاحقا ونعلق عليها انما زي ما قلت انا كسامح منطلق ثقافي. لانما نشأت البيئة يعني درجة ابو اخرى ابو حافظة. وقيمة شرقية. فما فيش خلوج عن قيمة المجتمع. انما الدين اهو الفقه بين القوسين والفقه بين القوسين بيسمع. فقه بين قوسين بيسمع. انما ثقافيا لا. المجتمع مش قابل. مجتمع رافع. مجتمع بيحتقل. انت يا حديد بهديدي. مش هتلاقي تتجوزي بعد كده. بيوز مستقر. التانية اللي ماعملتش علاقات اللي هو عامل معاك العلاقة ده. اه مساكنة. حيروح يتجوز بالتعامل في البلد. العزراء. بتشوفه طبعا كان في قابل كتا حاجة اسمها دغطة بلدي وفي حاجة اسمها كزا. وحتى الان بيقعد واي ضربوا نار. يعني بتطلب دغطة بلدي. اللي هو بيجي الداية. يعني من يعني دول ان تكون في تباصيل يعني. اه دخول على الزوجة في الجيلة الاولى. اه. انما حتى بيدربوا نار وحاجات زي كده. انها عزراء وانها شرف وبتاعه وفلابين ده. والابة والام بيديها حاجة بيضة كده تبين انها كانت عزراء والدم وحركات كده. ويدربوا نار وبتاعنا بنتنا ايه. اه فلة. يعني ده ثقافة. ده ما تغير السقافة بعد الموضوع تاني. انما الفقه اهو. يقتل. هو ده ضحياتنا اليهاردة. ايه. اشتراكي بطني اشتراكي ببيضا يا ترجمة نانسي قنقر